فيلمنا النهاردة بيبدأ في الماضي وبنشوف المخترع فلنت وهو صغير واللي بيكون قاعد بيتفرج على التلفزيون وبيشوف مثله الاعلى وهو العالم تشستر في اللي بيتكلم على اختراعه الجديد واللي بيكون عبارة عن قطع الطعام بناكهات مختلفة ومن وقته بيكون حلم فلنت انه هو يبقى مخترع عظيم زي تشستر في وبيبدأ فلنت يطور في اختراعاته لحد ما بيعمل جهاز صنع الطعام من المية اللي بيدمر الجزيرة وبنشوف فلنت هو وسام وباي اهل الجزيرة بعد ما قدروا انهم يدمروا جهاز صنع الطعام وفجأة بتوصل طيورة للجزيرة وبينزل منها العالم تشستر في فبيفرح فلنت جدا لما بيشوفه ولما بيروح فلنت علشان يسلم عليه بيلاقيه مجرد صورة سلسية الابعاد وساعتها بيقول تشستر في الاهل الجزيرة ان الحكومة كلفت شركته لازالة قطع الطعام اللي موجودة في العالم كله وعشان كده بيقرر ان هو يبدأ بجزرتهم وبيقولهم ان هو هينقلهم كلهم لكاليفورنيا على ما ينظف الجزيرة من قطع الطعام وبعد كده هيبقى يرجعهم تاني فبيفرح فلنت وسام جدا لما بيعرفوا ان هم هيروحوا لكاليفورنيا وده لان مقر شركة لايف بتاعت تشستر في موجودة هناك وبعدها بيروح تشستر في لفالنت وبيقولوا ان هو هيكون واحد من علماء شركة لايف فبيفرح فلنت جدا وبيركب هو وكل سكان الجزيرة في الطيارات اللي هتنقلهم لكاليفورنيا ومن ناحية تانية بنشوف جهاز صنع الطعام اللي بيرجع يشتغل مرة تانية وفي تاني يوم بيصحى فلنت وهو متحمس جدا لان ده يوم الاول في شركة لايف وبيروح فلنت يركب الاوتوبيس اللي بيوديه للشركة وهناك بيقابل بار بمساعدة تشستر في واللي بتعرف فلنت ان فيه مسابقة هتتعامل بعد ست شهور وان صاحب افضل اختراع هيبقى واحد من مساعدين تشستر في وانه كمان هياخد فيست زي اللي تشستر في لابسه فبيتحمس فلنت جدا وبيكرر انه هو يشارك في المسابقة دي وفعلا بيبدأ فلنت ان يشتغل على اختراعات كتير جدا واللي بيكون منهم بوابة نقل الخضار والترابيزة المخفية واختراعات تانية كتير واللي بيكون بيجربهم كلهم والده وفي النهاية بيكرر فلنت ان يشارك في المسابقة بصندوق الاحتفال واللي لما بيشوفوا المساعد بتاعه اللي اسمه ستيف بيدوس عليه وبيعمل انفجار كبير جدا وبعد ست شهور بتبدأ المسابقة وبيكون فلنت وكل الجمهور متحمسين جدا وفي الوقت ده بيتفق فلنت مع ستيف ان هو بمجرد ما هيقول احتفال يضغط على الصندوق بسرعة وساعتها بيظهر تشستر في اللي بيرحب بكل الجمهور وبيحمسهم للإصدار الجديد من قطعة الطعام بتاعته وبيقول لهم ان القطعة دي هتبقى اكتر قطعة مميزة هو اختراعها وبيكمل تشستر في كلامه وبيقول لهم ان اللي فاس في المسابقة هو صاحب اختراع السيارة الموفرة للطاقة فبيحزن فلنت جدا لانه ما كسبش المسابقة وبيقول لستيف ان كده ما فيش احتفال فبيضغط ستيف على صندوق الاحتفال اللي بيشتغلوا وبينشر الفوضى في المكان كله وده بيخلي كل الموجودين يتريقوا على فلنت اللي بيمشي وهو حزين جدا ولما بيروح البيت بتحاول سام هي ووالده انهم يوسوا وبنروح بعدها لتشستر في وبارب اللي بتقولوا ان الفريقين اللي كانوا موجودين على الجزيرة اختافوا وانهم كمان ما ادروش يوصلوا لجهاز صنع الطعام فبيقول لها تشستر في ان هم محتاجين حد يكون عارف الجزيرة كويس علشان يقدر انهم يوصلهم لجهاز صنع الطعام بسهولة وساعتها ما بيكونش قدامهم غير فلنت وفعلا بتروح بارب الفلنت وبتقولوا ان تشستر في عاوز يقابله فبيروح فلنت معاها لشركة لايف وبيقابل تشستر في اللي بيوري له فيديو لسندوتش بورجر حي بيهاجم المساعدين بتوعه فبيفهم فلنت ان جهاز صنع الطعام لسه شغال ووقتها بيروح تشستر في وبيقول لفلنت ان لو الاكل ده تعلم السباحة هيحتل العالم كله وكمان هيدمر كل المعالم السياحية وبيوري له شريحة وبيقوله ان هو لو قدر يوصلها بجهاز صنع الطعام هيدمر تماما وبيعرفوا ان هم دوروا على الجهاز في الجزيرة بالكامل لكنهم مقدروش انهم يوصلولو فبيقول فلنت لتشستر في ان هو اللي اخترع الجهاز ده وانه اكيد هيقدر يوصلو فبيدي له تشستر في شريحة التدمير وبيطلب منه مايقولش لاي حد ان هو هيرجع تاني للجزيرة ولكن فلنت مش بيسمع الكلام وبيروح يقول لسام ان هو هيرجع للجزيرة فبتصر سام انها تروح معاه فبيطلب فلنت منها انها ما تعرفش والده اللي بيكون اصلا سماعهم وبعدها بيروح للشرطي اللي بيكرر هو كمان انه يروح معاهم وبيقبلوا المصور وبرانت وبيخضمهم كمان ولما بيروحوا للمينة بيلقوا والد فلنت مستنيهم بالسفينة بتاعته فبيضطروا ان هم يركبوا معاه لانه مافيش اي حاجة تانية توصلهم للجزيرة وبيبدأ بعدها فلنت يشرح لهم خطته واللي بتكون عبارة عن ان هو هيوصل للمختبر بتاعه وهناك هيقدر يصنع جهاز تعقب يوصلوا لجهاز صنع الطعام وساعتها هيوصلوا بشريحة تشستير في اللي هتدمروا ولكنهم لما بيوصلوا للجزيرة بيلقوها بقت متحوطة بأكل عملاقه كثير جدا ولما بينزلوا من السفينة بيطلب فلنت من والده ان هو يستناهن لانه خايف عليه بعدما الجزيرة بقت مليانة بالوحش المفترسة فبيوافق والد فلنت ان يفضل في السفينة وبيبدأ فلنت واصدقائه يستكشفوا الجزيرة علشان يوصلوا للمختبر بتاعه وهم ماشيين بيشوفوا المعمل بتاع مساعدين تشستير في ولما بيدخل فلنت واصدقائه جواه بيشوفوا صندوق بيتحرك فبيتشجع فلنت وبيفتحه وبيلاقي فيه فراولاية كبيرة واللي بيترعب منها جدا لما بيلاقيها حية على عكس سامن اللي بتكون شايفها فراولاية لطيفة وساعتها بيطلب فلنت من سامنها تسبع علشان يروح يوصلوا الشريحة في جهاز صنع الطعام ولكن فجأة بتقرب الفراولاية وبتاكل الشريحة من فلنت وبتجري فبيجري فلنت وراها لحد ما بيمسكها وبيديها لسام ويقولها ان هم عيخلوها معاهم لحد ما تخرج الفلاشة تاني وبينبهروا كلهم لما بيشوفوا الطعام اللي على شكل حيوانات في كل مكان وبعدها بياخدوا عربية الشرطة وبيعوموا بيها في المياه وسط الحيوانات الكثير اللي بيكون شكلها جميل جدا وفي الوقت ده بيكون تشستر في مرقبهم ولما بيعرف ان فلنت اخد اصدقائه معاه بيكرر ان هو يروح لهم الجزيرة علشان يبعدهم عن بعض وده لانه مش عاوز اي حد يعرف ان الجزيرة موجودة عليها حيوانات من الاكل وبنرجع تاني الفلنت واصدقائه هما ماشيين في الجزيرة وفجأة بيهاجمهم سندوتش البورجر اللي بيكون على شكل عن كبوت فبيجروا كلهم بسرعة علشان يهربوا منه لكنه بيقدر يوصل لهم بكل سهولة وقبل ما يكونهم بتوصل طيورة تشستر في فبيهرب سندوتش البورجر بسرعة وبيروح تشستر في وبيسأل فلنت عن الفراولايا الحية اللي مع سام فبيعرفوا فلنت ان هي اكلت شريحة التدمير اللي كانت معاهم فبتروح بار بتخوف الفراولايا بالسكينة لحد ما بتخرج الفلاشة تاني وبعدها بيكملوا كلهم طريقهم وبيكون معاهم مساعدين تشستر في القليين اللي بيأمنوا لهم الطريق وبنروح بعدها الوالد فلنت اللي بيكون ساب السفينة وروح للمحل بتاعه لانه بيبقى جعن جدا ولما بيوصل للمحل بيفتح الخزنة وبياخد اخر علبة سمك موجودة فيها وقبل ما يكلها بتوصل مجموعة من القيار الحي للمحل وبيبدأوا انهم يدوروا على السمك ولما بيشوفوا علبة السمك اللي مع والد فلنت بيروح يأكلوا كل اللي فيها ولما بتخلص بيطلبوا من والد فلنت ان هو يجيب لهم سمك تاني فبياخدهم والد فلنت على السفينة بتاعته وبيبدأ انه يعلمهم السيد وهم بيغنوا وبيقول لهم انه هو كان نفسه ان ابنه فلنت يبقى معاهم ومن ناحية تانية بتجوف فلنت واصدقائه اللي بيتفاجئوا لما بيلاقوا ان المختبر بتاع فلنت بقى موجود فوق شجرة عالية جدا ولما فلنت واتشستر في بيدخولوا المختبر بيلاقوا ان الكمبيوتر ما بقى الشغال وساعتها بيقول تشستر في لفلنت انهم لازم يلاقوا حل علشان يقدروا انهم ينقذوا العالم فبتيجي فكرة الفلنت وبيقول لتشستر في انه هو ممكن يستخدم وحدة التخزين بتاعت الكمبيوتر ويعمل منها جهاز تعقب لجهاز صنع الطعام ولان الميا بيكون فيها شحنات كهربائية كتير بيستخدموا حبال مطاطة وبيبدأوا انهم يجمعوا معدات كتير علشان يصنعوا منها جهاز التعقب وبيروح فلنت علشان ياخد وحدة التخزين وساعتها بيروح لتشستر في وبيقولوا انه هو لازم ما يسكش في أصدقائه لانهم بيغيروا منه وبعدها بيخرجوا كلهم من المختبر بعد ما بياخدوا كل اللي هم عاوزينه وبالليل بيتجمعوا كلهم وبيعمل لهم المصور الأكل ولما بيرنت بييجي يدي الأكل الفلنت بيفتكر فلنت كلام تشستر في فبيوقع الأكل من بيرنت على الأرض وبيسيبهم وبيمشي فبيحزن بيرنت والمصور من اللي فلنت عمله وبتروح سام علشان تتكلم مع فلنت وبتسأله عن السبب اللي خلاه يعمل كده فبيقول لها فيلنت ان تشستر في قال له ان الأكل اللي يجي من عدوي ليه أكيد أكل مسموم فبتقول له سامن العدوي اللي بيتحول لصديق بيبقى صديق مخلص للأبد فبيتأثر فيلنت بكلامها جدا ولما تشستر في بيسمعهم بيقول لبارب ان هما لازم يبعدهم عن بعض وده علشان يخلصوا المهمة دي في أسرع وقت ويقدروا يصنعوا الإصدار الجديد من قطعة الطعام بتاعته وفي تاني يوم بيروح فيلنت يعتذر لبرينت والمصور على اللي هو عمله وبيروح بعدها يشغل جهاز التعاقب اللي هيوصلهم لجهاز صنع الطعام وفي الطريق بيسمعوا كلهم صوت مخيف جدا وفجأة بيظهر ديناصور من سندوتشات التاكو بيهاجمهم فبيحاول مساعدين تشستر في ان هما يمنعوه لكنه بيقدر ان يرميهم بعيد وبيجري على باربا علشان يكلها لكن فيلنت بيقدر ان هو ينقذها في آخر لحظة وبعدها بيقدر واحد من مساعدين تشستر فين هو يجمد رجله فبيستغلوا كلهم الفرصة وبيهربوا وقبل ما سام تمشي بتشوف ان الديناصور ده أمه كانت بتحاول انها تحمي أطفالها وبعدها بيكملوا كلهم طريقهم لحد ما بيوصلوا البحيرة من العسل وساعتها بتطلب سام من فيلنتن وما يدمرش جهاز صنع الطعام لان المخلوقات الحية دي لطيفة جدا وانها عمرها ما هتهجمهم إلا إذا حسب بالخطر وساعتها بيتدخل تشستر فيو بيقول لفلنتن المخلوقات دي خطيرة جدا وانها كانت هتقتلهم وانهم لازم يتخلصوا منها قبل ما اتدمر العالم فبيقتنع فيلنت بكلامه وبيكرر انه يدمر جهاز صنع الطعام فبتتدايق سام منه وبتكرر انها تسيبه وترجع للسفينة وبيروح معاها برانت والشرطي والمصور وكمان ستيف وافطرقهم بيهاجمهم سانداوتش البورجر اللي على شكل عن كبوت لكنه قبل ما يكلهم بتقرب سام منه ولما بتلمسه بتكتشف انه هو حيوان لطيف جدا وساعتها بيفهموا انه هو كان بيهاجمهم لانهم كانوا لابسين الشنط بتاعة تشستر فيو وبيعرفوا ان تشستر فيو بيستغل الحيوانات اللي بتتكون من الاكل اللي في الجزيرة علشان يصنع منها قطعة الطعام الجديدة بتاعته فبيكرروا يروحوا يحذروا فالنت ولكن فجأة بيظهروا مساعدين تشستر فيو بيحصرهم وبيجمدوهم وبتكون الفراولاية شايفة اللي حصل ده ولما بتحاول تدخل اصدقائها بيمنعوها وبنرجع تاني الفالنت اللي بيتفاجئ لما بيشوف المكان لجهاز صنع الطعام موجود فيه وبيبدأ ان هو يتصلك الجبل علشان يوصل للجهاز وبعد ما بيوصلوا بينبهر جدا لما بيلاقي بيخرج قطع مارشمال له حية فبيفهم وقتها فالنت ان اسم كان عندها حق وانها مخلوقات لطيفة جدا وبيكرر انه ما يدمرش الجهاز لكن فجأة بيجي تشستر فيو بياخد منه شريحة التدمير علشان يوصلها بالجهاز لكن بيحاول فالنت ان يمنعو فبيرميها تشستر فيو بيوصلها بجهاز صنع الطعام وساعتها بيتصدم فالنت لما بيعرف ان تشستر فيو استغله علشان يسرق الجهاز ويبرمجه ومش يدمره ووقتها بيوصلوا مساعدين تشستر فيو اللي بياخدوا جهاز صنع الطعام وبيمشو وبيروح تشستر فيو وبيرمي فالنت من على قمة الجبل لكنه بيقع في المياه وبيبدأوا مساعدين تشستر فيو انهم يجمعوا كل الاكل اللي على شكل حيوانات من الجزيرة وبنشوف سام وبرانت والشرتي وكمان المصور واللي بتكون برب وغداهم لمصنع تشستر فيو اللي موجود في نفس الجزيرة اما فالنت فبتكون قطع المارشميلو انقذته من الغرق وبتودي للخيار اصدقاء والده ولما بيفوق فالنت بيقول ل والده ان تشستر فيو هيدمر كل المخلوقات اللي على الجزيرة علشان يصنع منها قطع الطعام الجديدة بتاعته وساعتها بتيجي الفراولاية وبتحكي الفالنت على اللي حصل لسام وباقي اصدقائه فبيكرر فالنت ان هو يروح ينقذهم وفي الوقت ده بتعمل الفراولاية صوت عالي جدا بتنزي بيه على كل الاكل اللي لسه موجودة على الجزيرة وبيتحد كلهم علشان ينقذوا سام واصدقائها وكمان يرجعوا جهاز صناع الطعام وبيبدأوا كلهم يجمعوا الخردة اللي موجودة على الجزيرة من عربيات واسلاك كهرباء وبيصنعوا صنارة عملاقة جدا وبيرموا بيها فالنت والفراولاية داخل مصنع تشستر فيو ولما فالنت والفراولاية بيدخلوا المصنع بيسيب فالنت الفراولاية علشان تحرر باقي الاكل وبيروح هو علشان ينقذ اصدقائه ولما بيوصلوهم بيشغل تشستر فيو الجهاز اللي هيقتلهم فبيحاول فالنت ان ياخد منه جهاز التحكم لكنه ما بيقدرش لانه بينسخ نفسه النسخ كتير جدا فبتيجي الفالنت فكرة وبيكرر يستخدم صندوق الاحتفال وقبل ما يشغلوا بييجي تشستر فيو بيوقعوا منه على الارض فبيقول فالنت احتفال وبتكون دي كلمة السر اللي بتخلي ستيف يفك نفسه وبيروح بسرعة يضغط على صندوق الاحتفال اللي بمجرد ما بيشتغل بيخفي كل نسخ تشستر فيو فبيستغل فالنت الفرصة وبيضربه وبياخد منه جهاز التحكم وبينقذ اصدقائه وبيروح يحتزر لهم لانه ما صدقهمش وفي الوقت ده بيروح تشستر فيو بياخد جهاز صنع الطعام لكنه قبل ما يهرب بيحصروا الاكل من ناحية وفالنت واصدقائه من الناحية التانية وبتيجي باربه وبتاخد منه جهاز صنع الطعام وفجأة بيجي سندوتش البورجر اللي على شكل عن كبوته بيأكله وبتروح باربه تدي جهاز صنع الطعام لفالنت اللي بيرجع يشغله وبيروح فالنت علشان يحقق حلم والده واللي بيفرح جدا لما بيصطاد اول سمكة ليه مع والده واخيرا بترجع الحياة على الجزيرة مرة تانية وبيعيشوا البشر مع الحيوانات في امان الملخص ده بصوت هايدي مصطفى وكتبوا منتجه باسم احمد وما تنسوش تعملوننا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب وبس كده سلام